كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة استطاعت خلال عشر سنوات مضاعفة عدد الجماعات منوها إلى أن الدولة تشجع قطاع الخاص على إنشاء الجامعات الخاصة بالشراكة مع مؤسسات عالمية بهدف تحويل مصر لمركز تعليمي إقليمي نحن يمكن في 2014 كان عدد الجامعات كلها الموجودة في مصر 50 أو حاجة و50 جامعة 51 أو 52 جامعة نحن النهاردة تقريباً 100 جامعة في خلال عشر سنوات أضفنا تقريباً نفس العدد اللي كان موجود منذ بداية إنشاء الجامعات في مصر وده دليل على مدى حرص الدولة المصرية على رفع كفاءة منظومة التعليم العالي وكانت رؤيتنا أن طبعاً بخلاف الجامعات الحكومية اللي ليها بعد مهم جداً أن يكون عندنا تشجيع للجامعات الأهلية ودي أنشأنا فيها عدد كبير جداً من الجامعات الأهلية بقت موجودة الجامعات التكنولوجية وأتذكر ودي برضو بالشراكة مع قطاع الخاص وكنت سعيد جداً وأنا موجود في افتتاح جامعة السويدي منذ فترة ليست بالبعيدة وبعد كده تكن تشجيع قطاع الخاص على إنشاء الجامعات الخاصة وإنها تكون بشراكة مع مؤسسات عالمية دولية مرموقة زي المثل اللي احنا شايفينه النهاردة في جامعة بادية واللي هي بتدخل في شراكة مع جامعة تكساس الطبية ترجمة نانسي قنقر